موت أو إعاقة مستدامة في كل خطوة هكذا يعيش المواطنون في مناطق الألغام الشاسعة التي زرعتها ميليشيا الحوتي على امتداد أراضي القتال وخارجها موت مجاني توزعه هذه الألغام المتنوعة حيث أعلن مشروع مسام لنزع الألغام تمكنه من نزع أكثر من ستة آلاف لغم أرضي وذخيرة غير متفجرة في اليمن خلال شهر مارس الماضي الرابع من إبريل من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام وضرورة مكافحتها لكن لا يبدو المشهد كذلك في اليمن حيث تستمر الألغام بحصد مئات الأرواح بعد أن أصبحت الأرض مزرعة كبيرة لها في محافظة مأرب وإحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام نظم مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن احتفائية بهذه المناسبة ومعرض صور تضمنت مشاهد لضحايا الألغام ورسومات توعوية قدمتها عدد من طالبات المدارس باتت الألغام هاجس اليمنيين الأول بعد أن أسرفت ميليشيا الحوثي في زراعتها وتمويهها وإخفائها وهو ما أسهم في جعلها سلاح الموت الخفي الذي يطارد اليمنيين في كل تحرك أطفال كثر شوهتهم الألغام إذن فمنهم من باغتته في طريقه إلى المدرسة ومنهم من باغتته في طريق العودة وآخر فصلته عن عالم طفولته ومن يحالفه الحظ بالنجاح قد يفقد أحد أعضائه الحركية وهي دائرة كبيرة من الخوف والمعاناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر